مرحبا بكم في أحوال تقس نار الجمعة كتوقع موديلة الأرصاد الجوية الوطنية غد الجمعة ان شاء الله غدي تشكل صحب منخفضة كتيفة نوعا ما مصحب بقطارات مطرية متفرقة بالقرب من السواحي الشمالية والوسطى في الصباح والليل كما غدي تمر صحب كتيفة خلال الصباح فوق كل من شرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والهداب العليا والريف مع توقع مرر صحب كتيفة فوق مرتفعة الأطلس المتوسط والريف والهداب العليا خلال الظاهرة حيث غدي تكون مرفوقة بزخة مطرية محلية ومن المحتمل غدي تصل أثناء الليل إلى السيس وهداب الفصفات وشمال منطقة الشرقية عدد ذلك غد تكون سماء قريلة تسحب إلى صفية باقي ربع المملكة تسحب الرياح ضعيفة إلى محتدلة شمالية إلى شمالية غربية بالأقاليم الصحراوية وسهول محيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال مناطق الشرقية وجنوبية غربية بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب منطقة الشرقية وضعيفة من قطع الشمالي وأحيانا متقلبة الإتجاه باقي المناطق الأخرى مع هبوب زوابة عراملية محلية بالشمال الشرقي الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية تروح درجة الحرارة الدنيا 1612 درجه بمرتفعهрат الاطلس 1318 درجه بتكل من الريف أو سهوللها الأطلسيهj هت جديد من المنطقة الشرقية تكون 1824 درجه و باقي المناتق تجديد من المنطقة الحرارة العسفلية 14 usual 26 درجه ات جنال 21 incluso 26 درجه بقرب من السواحل في المنطقة servant ممنطقة طنجا نولوكوس و شمال المنطقة الشرقية و 27ا ح Quinukki قريحة 32 درجه بسهول الشماليه وجنوب المنطقة الشرقية و شمال أم 기본 صحراوية وما بين 33 حتى 39 درجة بصفح جنوبية الشرقية وأقصى جنوب المملكة إلى هناك تنتهي أحوال تقصد فلمائكم